استعرضت وزارة التعاون الدولي التنسيق والتعاون المستمرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بهدف تعزيز جهود الدولة في مختلف المجالات وعشرت الوزارة في بيان إلى توقيع ثماني اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي وذلك بقيمة 130 مليون دولار ونقشت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال لقائها السفيرة الأمريكية الجديدة هيروم مصطفى جارج أوجه التعاون في مجال العمل المناخي من خلال المبادرات الأمريكية خلال معتمر كاب 28 للمناخ